وعلنا قبل بضع ساعات وعلنا في الجزائر جاء الإعلان من جريدة أو موقع نظار نفسه عنده موقع الأنترنت وين أعلن فيه من أنه قد توفي خالد نظار خلنا نسمعوا واش قالت التلفز الرسمية كيف نعته كيف نعت خالد نظار قبل قليل المجاهد اللواء المتقاعد الراحل خالد نظار عن عمر ينهز ستا وثمانين عاما وسط أفراد عائلته بالعاصمة التي عاد إليها من منفاه عام الفين وعشرين من موالدي السابع والعشرين من ديسمبر بقرية سريانا ولاية باتنا عام سبعة وثلاثين أطلق عليه لقب سقر الجيش الجزائري صاحب كاريزما عسكرية عرف بالانضباط أطلق عليه اسمه سقر الجزائري سقر الجيش الجزائري سقر الجيش الجزائري وراحوا يمدحونه وينفخون فيه نفخ رهيب وراهيب جدا وأنه صاحب كاريزما وأنه أنقذ الجزائر وأنقذ قيم الجمهورية وقيم الجمهورية وكلام طويل هذه قبلها ساعات في قنواتهم لعل الناس في الجزائر اللي يتابعوا في الجزائر أنا عارف أن أغلبية الناس ما تتابعش حتى القنوات متاعهم ولكن ربما اليوم يكونوا اهتموا بما سيقولون يعني تحدثوا عليه وكأنه العربي بن مهيدي ربما ما تعطلوش هذا القيمة أو عميروش أو مصطفى بن بلعيد أو سيل حواس أو شعباني أو بوظياف ربما ما تعطلوش هذا التوصيف رح يوصفوا فيه وينفخوا فيه من هو هذا؟ خلونا نشوفوا بسرعة من هو هذا الشيء الوحيد اللي يذكره صحيح هو أنه من مواليد سريانة في 27 ديسمبر 1937 وسريانة لما قالوش هما يعني ما تعمقوش قالوا فقط بالقرب من باتنا نعم هي تقع في شمال باتنا مدينة صغيرة أنا أعتقد أن سكانه بما يكون في حدود 20 ألف ساكنة أو القلب أي أنه في قلب منطقة ما يعرف منطقة شوية باتنا هي باتنا وخلشلان نقدر نسموه باتنا هي عاصمة الشوية وباتنا وخلشل وسوغهراس هؤلاء من هنا اندلعت الثورة الجزائرية صحيح لم تكن فقط في هذه المنطقة كانت في منطقة أخرى ولكن من هنا كانت الرصاصة الأولى تحت الثورة الجزائرية وفي هذه المنطقة كان مصطفى بن بولعيد وإخوانه عدة مئات كانوا هم الجزر أكبر من المجاهدين كانوا متواجدين في هذه المنطقة بدأت ثورة 54 اللي سماوها الكثيرين بما فيهم بعض الجزائريين سماوها بالثورة المجانين طبعا فرنسا كانت لقى عليهم الإرهابيين والمخربين واليزورلالوة والفلاقة وكل التسمية ماذا كان يفعل نزار عندما كان مصطفى بن بولعيد وحرار شوية يحضرون للثورة ثم بعضهم يلتحق فيها من بعد كان نزار بالرغم من أن عمره كان 17 سنة عندما اندلعت الثورة وهذا السن كان كثيرين يلتحقوا بالثورة عمره حتى أقل من هذا السن كان عمرهم كانوا 15 16 السنة 14 السنة مثلا لكن هذا السن كان عادي جدا أن يلتحقوا فيه الناس للثورة ماذا كان يفعل نزار قاعد في الدار يدرس في مدرسة فرنسية لأن باباه كان حركي وبالتالي كان عنده الحق وجده كان حركي وبالتالي كان عندهم الحق الحركة عندهم الحق باش ولادهم يدرسوا في مدرسة فرنسية طيب وصلت سنة 56 أصبح عمره 19 سنة ماذا يفعل يلتحق بالجبال هذا الطبيعي المنطقة تغلي بالثوار شباب المنطقة يلتحقون بالجبال أفرادا وزرافات كما يسمى أو جماعات يلتحق خالد نزار بكوليج عسكري فرنسي ويصبح طالب صفضاب الطالب في المدرسة هذه ويتخرج منها بعد سنة أو سنتين ويقاتل لد الثورة الجزائرية إلى غاية أن يحدث انقلاب في الجزائر وتسقط الحكومة الرابعة الفرنسية تسقط الجمهورية الرابعة تسقط الحكومة الفرنسية والجمهورية الرابعة ويأتي ديغول وتأتي الجمهورية الخامسة وتغير فرنسا في استراتيجيتها بحيث أنها سمحت لبعض الجزائريين بعد أن أدرك ديغول الماكر أدرك أن هذه الثورة ستنتصر في النهاية فيلتحق خالد نزار بالثورة الجزائرية على أساس أنه من الفارين من الجيش الفرنسي والفارين من الجيش الفرنسي كانوا صنفين كان صنف بالفعل فر من الجيش الفرنسي والتحق بالثورة الجزائرية عن صدق وإيمان وقاتل ومنهم من قتل والزناد في يده من صف الضباط أو الجنود أو الضباط اللي كانوا في ثورة في معاءة فرنسا وهذا في الغالب كانوا طب لم يجيء ديغول في الغالب والصنف آخر التحق بالثورة الجزائرية ولكن بطلب من بير ميسمير ومن ديغول اللي كان هو الرئيس وبيير ميسمير كان وزير دفاع لأن وهذه منشورة في كتابات حتى فرنسيين وظلوا يصرون عليهم بالالتحاق بلفلان علش لأن ديغول كان يعرف أنه سيغادر الجزائر ولكن يريد أن يرتب يخرج عسكريا ويخرج من الباب ويعود من النافذة يخرج عسكريا ويرتب الأمور سياسيا وخالد نزار من هؤلاء لم يكن هو فقط كان هو محمد تواتي أيضا محمد العماري قائمة طويلة مما عرفت أسماهم أو مما لا تعرف ولذلك دعونا دائما يكونوا منصفين أن الذين التحقوا لما يعرف لدف لديزيرتور دولارمي فرانسيز هؤلاء كانوا فيهم صنفين كانوا المجاهدين والصادقين حقا وفعلا منهم من قضى نحب ومنهم من بقي بعد الاستقلال وكانوا الذين أمروا باختراق الثورة الجزائرية وخالد نزار كان من هؤلاء كيف نعرف مش فقط نعرف لأنه هو شاوي ومن سريانا والثورة أصلا دلعت هناك أو من هناك وهو في هذا الوقت اللي كانوا الشباب الشباب المنطقة يلتحقون بالجبال هو التحق بفرنسا تبعا لتوصيات والده وجده وهو يعني هم عائلة حركة ولكن أيضا تصرفاته فيما بعد بمعنى أن ليثبت هذا الاستنتاج أنا قدر يجي واحد يقول لك أعطينا الدليل الدليل هي مجموعة من الاستنتاجات خاصة أن كانت موجودة كتابات وتصريحات من أن ديغول بالفعل كانت لديه سياس اختراق لفلان اختراق الثورة الجزائرية لأن اختراق الدولة القادمة واستخدموا عسكريين إداريين أيضا لكن عسكريين خاصة بذلك ولكن تصرفات نزار حتى لو كان هذا الكلام موجود ومش مكتوب تصرفات نزار فيما بعد خاصة في الثمانينات في خمسة أكتوبر ثم بعد الثمانينات كلها تثبت أنه كان يكره شيء اسمه الجزائر والشعب الجزائري وأنه مارس التصرفات والسلوكيات الاستعمارية وظل كذلك طيب خلينا نشوفوا الآن ننتقلوا بسرعي إلى الاستقلال في الاستقلال نعرفه وتحدثنا على هذا أكثر من مرة كيف أن أبو مدين اختلف مع ثوار آخرين خاصة مع محمد بارشعباني ولكن أيضا مع مع ملاح مع آخرين اللي كانوا ضد إعطاء مناصب حساسة وحيوية داخل الجيش وداخل وزارة الدفاع لضباط فرنسا وكان رأيهم أن هؤلاء سواء كانوا صادقين أو كاذبين في التحاقهم بالثورة سواء لتحقوا بصدق أو لتحقوا نتيجة لأنهم أمروا من طرف فرنسا ومن طرف ديجول ومن طرف بير ميسمر نحن نعطوهم مناصب نخلوهم لكن ليس في مناصب حساسة ويجب تطهير وزارة الدفاع والمخابرات والمناصب الحساسة داخل الدولة منهم لكن مواني رد بكلمة قال لهم شكون هو طهر بن طهر اللي يريد أن يطهر الجيش واللي كان يقود هذا هذا التيار هو محمد طهر شعباني الذي أعدمه ذات سبتمبر تقد في ثلاثة سبتمبر 1964 وهو لم يبلغ كان بقيله نهار باش يبلغ 30 سنة نزار كان منهم لم يكن هو الأبرز كان تكيدير وكان آخرين كانت مجموعات لكن كان منهم نزار نزار لم يكن هناك طهر لأنه كان من الصف الثاني أو الثالث إذا شئطنا لأن الالتحق بالثورة الشزائرية كان الالتحق برطبة رائد كان الالتحق برطبة كابيتان كان الالتحق برطبة ليتنا هو اختلف the people حوله هل التحق برطبة سيرجان هل برطبة سوليتنا كان اختلاف رأي هو يقول سليتنا لكن كثيرين يقولوا ما كان سليتنا كان سيرجان والله كان ما زال ما وصلش على الأقل سليتنا بغض النظر سواء التحق كسيرجان يعني كرقيب أو كملازم ثاني لم يكن له أي دور إلى غاية أن يجي الشادلي بن جديد ويعينه في بداية الثمانينات يعينه قائد ناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة كان في الغالب قضى وقت طويل في الصحاري وفي الجنوب إلى آخره وفي ربعة وثمانين أنا ذاك كان عقيد في ربعة وثمانين يدبر العربي بالخير على الشادلي بن جديد بإنشاء رتبة عميد جنيرال وبالفعل قال لورانا بمناس الدكرة الثلاثين للثورة الجزائرية نديروا رتبة جنيرال ففي أول نوفمبر ربعة وثمانين جاءت رتبة جنيرال لجيش الجزائري مكاش فيه الشادلي بن جديد هو في نفسه الرئيس ولكن كان عقيدا وأعطيت رتبة عميد أول واحد هو مصطفى بن لصيف وآخرين فيما فيه من الزار لا أعرف إذا أخداها في ربعة وثمانين أو بعدها بعام أو عامين لكن المهم كان من جماعة اللي بدأوا حصلوا على رتبة عميد بسرعة ونختصر هنا الحديث لأن الموضوع قد يطول بسرعة جماعة الإضاف العربي بالخير وآخرين نزار محمد تواتي محمد العماري هذا كلهم يتآمرون ويسقطون بعض كبار قادة الجيش وعلى رأس مصطفى بن لصيف اللي أطاحوا به في مثل هذه الأيام من عام 1986 ولكن بعد بن لصيف أطاحوا بقادة كثيرين وطهروا بن قوسين طهروا الجيش من اللي كانوا ضباط الثورة الجزائرية اللي كانوا في الجيش وأصبح الجيش أهم المناصب أعطيت لضباط فرنسا داخل الجيش الجزائري في 87 يعين نائب لرئيس الأركان أو قائد الأركان نظن أنا ذاكام بالهوشات وفي 88 تحدث الانتفاضة العظيمة الانتفاضة الكبرى لخمسة أكتوبر ويكلف نزار بإدارة يصبح الحاكم العسكري الجزائر لأنه لنا أنا ذاك حالة الحصار ليطادوا سيارش مش حال الطوارئ إنما حالة الحصار حالة الحصار هذا في الدستور الجزائري أنا ذاك يقول إذا أعلينات حالة الحصار فإنه يعين حاكما عسكريا لإدارة هذه الحالة واللي عينه أنا ذاك برغم أنه موش هو على رتبة لكن عينه خالد نزار وعليش عينه خالد نزار لأن العربي بالخير كان هو الرئيس الحقيقي والعربي بالخير كان هو إذا شئنا قائد مجموعة ليداف مجموعة ضباط أو صف الضباط اللي كانوا في الجيش الفرنسي فقالوا باللهوشات أو باللهوشات مختلفين فيه كان يقولوا من الجيش كان من ضباط الجيش لكن قالوا له ما هوش عنده مستوى اللي عنده مستوى هو خالد نزار خالد نزار أول شيء يديره في 5 أكتوبر 88 ما هو يجيب الجيش من بسكرة طبعا أنا جزء نتحدث عليه هنا شاهد عليه لكن مش رح نتكلم كثير لأنه باش برحوا للموضوع الوفاة لكن هذا الخلفية التاريخية مهمة جدا أنا على شاهد عليه لأنه كنت أنا ذاك نقدي في خدمة العسكرية في ما يعرف يعني أهم فاكنة في العاصمة وفي الجزائر كلها هي ضخمة جدا موجودة ما بين بن مسوس وبزرعاء وشراقة إلى آخرها مدخل من جيت كليرفال الآن رح موجود ثماء موجود الفندق هذا الفندق الكبير اللي يسموه فندق نادي الجيش الوطني الشعبي إلى آخرها رح موجود جزء من هذه الثكنات ضخمة جدا اللي قسموها إلى عدة أماكن الآن المهم يعين قايدا قايدا عسكرية للبلاد ويجيب الجيش قوات خاصة قوات عامة ويجيب الجيش أنا كانوا داروا معايا التدريب في ليفور في بليده لقيتهم من بعد ثم كان يجابوهم من تندوف كان يجابوهم من بشار كان يجابوهم من ورقلا كان يجابوهم من بسكرا كان يجابوهم من عنابة وبعضهم لما تلقيتهم ثم زملائي يعني داروا مع هاي التدريب قلت لهم واش قالوا الله ما كنا عارفين ورانا رايحين كان يقول لنا رايحين للمغرب كان يقول لنا رايحين لتونس كان يقول لنا رايحين لليبيا معي بناش مهم قالوا لهم واش دوروا حكم وراكم رايحين في حالة حرب قالوا لهم حرب ويجو هؤلاء ويعطوا لهم أوامر بيطلقوا النار ومش فقط يطلق النار قامت المخابرات وانا ذاك اللي كان يرأسها هو محمد بتشين راه توفى عنده بضعة أشهر كان يرأس دي سياسة مخابرات العسكرية كانت مقسمة دي سياسة دي جي بي اس لك حالعيات كان في دي جي بي اس لكن تم استبعاده لكن اللي يرأس المخابرات انا ذاك بتشين ومجموعة أخرى كمان عبد الرحمن وآخرين هذو قاموا بالتعذيب وفي التعذيب قاموا حتى بالاختصاب للرجال والنساء وأهم وان تم التعذيب تم في سيدي فرج وجزء في لاغارنيزون وفي أجزاء أخرى كانت عندهم مركزهم الخاصة وإطلاق النار إلى آخر قتل المئات من الشباب جرح الآلاف واعتقل الآلاف وعذب الآلاف ولكن انتهت الأمور في نهاية المطاف منقوله بخير حيث أنا ما دمتش اللي اضطرابات إلا أسبوع وفي 12 أكتوبر تقريباً توقفت بداية من 10 أكتوبر لو لأن نزار أعطاه أوامر بقتل الناس في ببلوادي يوم 10 أكتوبر كانت راح توقف 9 أكتوبر لكن يوم 10 أكتوبر نزار أطاع أوامر بإطلاق الرصاص على المظاهرة اللي كان يقودها بالحاج علي بالحاج واللي جات من وسط العاصمة ما راجعة إلى ببلوت فأطلقوا النار فقتلوا العشرات وجرحوا المئات إلى آخرها المهم يخرج الشهر اللي من جديد يوم 12 أكتوبر يبكي في تلفزيون ويأثر في الشعب الجزائري كله أو يوم 10 يوم 10 أخرج وكان يوم 2 ذكرتي جيدة ويتأثر الناس وتتوقف الأحداث يوم 12 تقريباً انتهت أحداث أكتوبر وش يحدث المفروض قاتل مئات الأشخاص وهو المسؤول العسكري لما سألوه قالوا له كيفاش لماذا طلقت الرصاص على الناس قالهم عن ناش رصصت على الكويتشو وقالهم أنا رحت نشوف رحت نقرأ في الكتب انتاع مواجهة القيرية يعني استخدم أساليب مواجهة الشغب المسلح أو الثورة المسلحة أو الانتفاضة المسلحة على ناس مسالمين صحيح كان فيها نوع من حرق لأماكن وكسر إلى آخر لكن ما كان مش مسلحي هذا الشباب فهو استخدم وقراءة ليمانية ليمانية التعمل انتعلي كانت تطبقهم لتبقوها لبارا لبارا فرنسي المظليين الفرنسيين لتبقوها ضد الجزائريين خاصة في الباطايدالجي خاصة في معركة الجزائر العاصمة استخدمها ضد الشباب ثلاثين سنة من الأحداث تعالى باطايدالجي استخدمها ضد الشباب في العاصمة وفي مدن أخرى المفروض يحاكم عسكريا وقال شيء يطرد من الجيش لا اللي حدث العكس تماما رقية أعتقد ثم وانخذها رتبة جنيرال ماجور ومش هو فقط رقية محمد العماري مثلا اللي كان أيضا في عين نعجة وكان منسق هذا الأعمال رقية والأغلبية رقوا يعني القتلى اللي قاموا بالقتل في خمسة أكتوبر هنا ما زال ما كاش إسلاميين ولا الانتخابات ولا محزنوا مش تعرفوا بالله هؤلاء قتلى بطبيعتهم هم قتلى بطبيعتهم وكارهين لهذا الشعب بطبيعتهم قبل الإسلاميين قبل الإسلاميين على الأقل بثلاث سنوات ونص أو ثلاث سنوات ثلاث شهر المهم رقوا كلهم إلى مراتب عليا والكارثة اللي يزيد يديرها الشادل بن جديد مرة أخرى تحت الضغوطات تعالعربي بالخير اللي كان عنده تأثير رهيب على الشادل بن جديد يعين خالد نزار في جويلية 1990 وزير الدفاع وبذلك يخسر الشادل بن جديد الاتصال مباشر بقادة الجيش ويصبح بينه وبينهم خالد نزار وزير الدفاع ويتعين توفيق مدير المخابرات الدياراس في سبتمبر 1990 وآخرين ويتم طرد بتشين وغيره بتشين على طردون بالرغم أنه هو أيضا قام بأدوار قدرة في 5 أكتوبر 88 ما كانش من ضباط الجيش الفرنسي بمعنى بعد 5 أكتوبر 88 استولوا تماما على المناصب داخل الجيش تماما والعربي بالخير كان يضع العناصر التاعو داخل إدارة والمخابرات والعربي بالخير كان هو الكاردينال كما كان يسموه ثم ماذا ثم جي إحداث الإضراب من تعجوان 1991 ويأمر بإنزال الدبابات ذات 3 أجوان من 3 أجوان إلى 4 أجوان بالرغم أنه كان هناك اتفاق ما بين قيادة الفيس وما بين حمروش والوزير محمدي وزير الداخلية على تنظيم الإضراب الذي كان فيه الفيس والمظاهرات يأمر خالد نزار بإنزال الدبابات وتنزل الدبابات وتمر على المتظاهرين في الساحات العامة في كثير من المدن أنا أتكلم أكثر على العاصمة لأنني كنت في العاصمة وشهدت ما حدث في ساحة الشهداء وخاصة في أول ماي وفي ساحات أخرى لكن أول ماي ربما هي اللي كانت أقرب لها وشهدت ما حدث فيها الدبابات مرت على الناس لكن تشوفوا إسرائيل وش تدير في غزة هذه الأيام مرت يجرفوا اللحياء يمروا عليهم بالدبابات يقصفوا هكذا مرت دبابات الدرك صغيرة شوية ودبابات الجيش خرج الدبابات باش زحفت وقتلت وجرحت المئات وتريد عشرة الألاف من أعمالهم وأصبحت ضجة قادها خالد نظار هذه هو الانقلاب أو الشوط الأول من انقلاب الإطاحة بحمروش وضرب المتظاهرين المعتصمين بالدبابات في ثلاثة ربعة خمسة جوان إلى آخرها بعدها يعتقل قيادة الفيس برغم أن أم كان عندهم اتفاق معهم المهم جي لانتخابات قبل الانتخابات تجي عملية يسمى عملية قمار عملية قمار هو على أساس مجموعة إسلامية هجمت على فكان عسكرية في قمار وقتلوا منهم ثلاثين أو ربعين جندي وغلبيتهم كانوا ديزابلي كانوا من جنود الخدمة العسكرية إلى آخر إلى آخر فالحقيقة كانت عملية تعديرس صحيح فيها وجوه إسلامية كالعادة يخترقوهم ولكن كانت عملية ديارس لماذا قام نزار وتوفيق والعربي بالخير بهذه العملية لأنهم كانوا حبين الانتخابات ما تكونش كانوا عارفين أن الفيس يفوز وكانوا بعد ما تصرع هذه تصرع اعتقالات وتصرع يا إما الشاد يلغي الانتخابات مكاش اتخابات أو الفيس ما يدخلش الانتخابات الشاد لي ملغاش الانتخابات والفيس قررت دخول الانتخابات وأتجي الزلزال 27 ديسمبر مثل أول أمس يعلن عن الانتخابات 188 من أصل 222 أي أكثر من 80% من المقاعد فاز بها الفيس في الدور الأول والدور الثاني كان سيفوز بـ 80% من المقاعد أو أكثر يقر الجنيرالات الانقلاب ويجتمعون في في العاصمة كما يحكي هذا أحد الحضور اللي هو الجنيرال بن حديد في عين نعجاء في مقر القوات البرية تم اجتمع الجنيرات وبن حديد يرويه رواه في 2015 و2016 على هذه دخلوا الحبس من بعد قيد صالح دخلوا الحبس ويقررون انقلاب الانقلاب على الشهاد لبن جديد توقيف الانتخابات الاتيان ببوظياف إلى آخره ثم يبدأ يخرج الناس يتظاهرون ضد الانقلاب يقتلون العشرات تبدأ تدخل الجزائر في كلها نختصر الموضوع يجيبوا بوظياف لكن يختلفون مع بوظياف يروح بوظياف إلى المغرب في ماي 1992 لأنه كان زوجت عبنه هناك قالوا له ما تروحش قالهم لا نروح كيفاش ما نروحش أنا عشت في هذه البلاد 30 سنة وبعدين عندي زوجت عبني وقالوا له عارك انت الرئيس ونحن عنا خاصة خصومات مع الحسن الثاني إلى آخره قالهم لا قالهم أنا أنا هنا باش نحل هذه الخصومات وما نبقا وش متخاصمين إحنا خاوا إلى آخره إلى آخره لما راح هناك بوظياف خرجوا في جريدة تسمى جريدة المساء منش عارف لا رهي ما زال موجودة أم لا خرجوا مجموء مقال يهاجمون فيه النظام المغربي بهجوم عنيف وبوظياف في التليفون ويكلم خالد نظار يقول له وكتبوا باللي غدا الجزء الثاني معناها هذا المقال رفي عدة أجزاء يكلموا بتليفون بوظياف ويقول خالد نظار لو كان ينصر الجزء الثاني وما يسحبش هذا الجزء مش رايح نجي حبيتوا تديروا لي فضيحة قلتوا لي ما تروحش قلت لكم نروح دركة تحبوا تديروا لي فضيحة وأنا في المغرب تهاجموا الحسن الثاني وأنا في المغرب يقبلوا يقولوا له خلاص خالد نظار يقول له طمعين مش راح يخرج الجزء الثاني وبالفعل ما يخرج الجزء الثاني وش يخرج؟ يخرج القتل القتل بوظياف عالنا في 29 جوان في عنابة دات صبيحة في عنابة وينسب الأمر إلى أبو معرفي سيد أحمد غزالي اللي كان رئيس وزراء آنذاك يقول أن الشعب ونحن ندفنه في بوظياف قالوا اللي جابوه واللي قتلوه وهذا الكلام سيتكرر فيما بعد على ألسيرة الكثيرين بما فيهم ولد بوظياف زوجة بوظياف بعض أصدقاء بوظياف إلى آخره حتى بعض أصدقاء بوظياف اللي كانوا في لجنة التحقيق قتلوه ويبقى نزار هو المسيطر الحقيقي وبعد بوظياف يجي عبسلام بالعيد عبسلام بالعيد ما يطولش ويحاول قدر الإمكان لكن يوضيحون به ويجيبوا ريضا مالك بل ما يجيبوا ريضا مالك في نفس الصيف اللي أطاحوا فيه بعبسلام بالعيد يبتعي تخل نزار يتخفى يسبع لأن علاش أسمو أصبح مذكور في كل مكان هو المجرم خلج الزار إلى آخره يختفي ويجيب واحد قال لك لازم نعوده نرجعه نجيبه بعض ضباط الثورة واش يجيب يجيب زروان يحطه وزير الدفاع ولكن يفرق تخصصات وزير الدفاع يعطيها لمحمد العماري اللي كان آنذاك أحد قائد الخوات البرية ومن بعد رح يعينون قائد قائد الأركان ويبقى خالد نزار في المجلس على الدولة إلى غاية حل المجلس على الدولة بانتخاب بتعيين ذاك الوقت بتعيين زروال رئيساً للدولة مش رئيس الجمهورية رئيس الدولة في أول فبراير 94 تم هنا رسمياً يختفي نزار لكن بالحقيقة يبقى نزار هو من خلف السيطار يدير المشهد إلى غاية طرد زروال في 11 سبتمبر 98 والإتيان ببوتفليق بعد ما يجي بوتفليق تتبدل الأمور نرجع الآن للملف نحبسه في 99 لأن بعد تأثيره يصبح قليل وبوتفليق يبدأ يبعد فيه ويبعده ويجي قايد صالح يطح بتفليق بالعمار يجي بدل وقايد صالح إلى غاية أن يقوم الحرك الشعبي في نفس الوقت كان خلل نزار يدير في البزنس أنشاء شركات تعطيل الكمميليكاسي ونتع الانترنت انتع أدى 200 ألف متر مربع في بوشاوي من أفضل المناطق في الجزائر والأموال والدولارات وأولاده كبروا ولو هم تاني معاه خاصة ابن رطفي إلى آخره إلى أن يحدث الحراك يحدث الحراك ويجي قايد صالح قايد صالح عنده معاه حسيفة ويعرف باللي رهي تآمر عليه يلقي القبض قايد صالح على توفيق وعلى ترطاق وعلى السعيد ولكن خلل نزار يهرب يهرب في نظر كان ماء أو أضريل أو ماء 2019 ويذهب إلى إسبانيا ويبدأ من هناك يعلن حتى أنه يخرج نظر في جوية ولا في أوت يعلن ويطالب الجيش بالانقلاب في نفس الوقت يصدر حكم عليه بعشرين سنة غيابي مع توفيق والسعيد والويزا حنون وطرطاق أيضا صدرت عليهم أحكام في وقت القايد الصالح ويبقى هناك في إسبانيا يختال القايد الصالح في 23 ديسمبر 2019 قبلها بأيام كانوا عينوا وتبون ويعود الجماعة تعود باغتيال قايد صالح بجيشينغريحة وتعود جماعة التسعينات وطبعا يعود خالد نزار إلى الجزائر في طائرة خاصة بجوى السفر الدبلوماسي عائدا من برشلونة بإسبانيا وبالاستقبال العسكري واحتفال كبير جدا كان في مثل هذه الأيام من 2020 بعدها بأشهر اعتقد في صائفة 2021 يعطوله جوائز ويقدس ويقدم والذي أنقض الجمهورية وهذه في هذه انقلاب تماما على القايد الصالح بينما بدأوا الجنات اللي كانوا على القايد الصالح كلهم يدخلوا من السجون أو يدخلهم من السجون لكن ما بين هذه الفتراتين في 2011 نرجع شوية للوراء في أكتوبر 2011 في 20 أكتوبر بالذات ترفع ضد خالد نزار اللي كان يتجول ويتردد كثيرا على جناف لأن أموال الشعب الجزائري التي نهبت ذهب منها إلى سويسرا وإلى ماكن أخرى هناك يراه واحد من الجزائريين يعرفوا يخبر أخونا المحامي رشيد مسلي يقول له أنا شفت نزار هنا ورشيد مسلي كان محضر شخص اللي كان حكاله واشداره فيه واشتعى التعذيب إلى آخره وبسرعة ترفع قضية عن طريق منظمة منظمة حقوقية تسمى ترايل وترفع القضية إلى القضاء السويسري والقضاء السويسري يوقف نزار في 20 أكتوبر 2011 واش قال له رك هناك رك متهم بالمساهمة ما قالوش في البداية مكش متهم بجرام حرب وجرام للإنسانية وإنما مساهمة في جرام حرب كان هناك من يتهمه يزداد عدد الذين يتهمونه يصلون في فترة من بعد إلى خمسة وتبدأ معركة كبيرة جدا ما بين أحرار الجزائر سواء من تعرفون أو لا تعرفون وخاصة أخونا رشيد مسلي وآخرين ومعركة كبرى ويحضر بعض الأحرار مصطفى براهمي فيما بعد أخونا عبدوها أبو خزوحة أخونا روابحي عمر روابحي وآخرين كان شخص آخر أو نسحب خلنا مكللنا نذكره لها وعابير ومجموعة هذه كلهم بالوقت ما يجوش في نفس الوقت ولكن تبدأ معركة كبيرة جدا بين أولئك الذين يريدون الحقيقة وأولئك الذين يريدون المصالح هذه حتى داخل الحكومة السويسرية داخل الحكومة السويسرية كثيرين من الأسواد قالوا قالوا مرامي يقول وهذه كانت خاصة السفيرة التاحن كانت سمى كوهيل وهي صهيونية معروفة كانت سفيرة سويسرا في الجزائر قالت لهم رأى النظام الجزائري هدد بل إذا حاكمتم من الزار هدوك زرج مليار فرانك اللي هي تقريبا زرج مليار دولار سنويا تعتجارة نقطة حالكم وا 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 طبعا إضافة إلى أنه كانت جهاد داخل سويسرا أصلا لا تريد محاكمة النظار النظار أنقذهم من قيام حكومة مدنية ومش داخل سويسرا داخل فرنسا أساسا لأنه قبل هذا في أفريل 2020 غرب وهربات السلطات الفرنسية بعد ما رفعت عليه منظمة كانت تسمى منظمة جيسيسيا يونيفرساليستا فيها كثير من الناس فيهم جزائرين كنت واحد منهم وكاد أن يلقى عليه القبض في فرنسا طبعا الناس مرات ما يحسبوا الأمور في أوروبا ولا في الغرب كما عندنا نحن يكاين حاكم والبقية كلهم يعتمرون لا طبعا فرنسا فيها القضاء فيها البوليس فيها الوزراء فيها الرئيس فيها جهات متعددة فالقضاء يدير خدمته والبوليس لكن السياسيين قرروا شيء آخر وتهريبوا من فرنسا مهم نرجع لسويسرا بعد ست سنوات معركة تقرر سويسرا غلق الملف في 2017 لكن الناس اللي حاملين القضية والضحايا والتحق ضحايا آخرين إلى آخره وتستمر المعركة القضائية إذا الشأن أو القانونية من الخلف ويتم التحقيق معه والتحقيق مع الضحايا ويأتي نائب عام في سويسرا رغم كل الضغوطات اللي توقعت عليه إلا أنه يقرر توجيه التهمة في البداية كان التهمة أو تهمتي المشاركة في جرائم حرب وفي جرائم ضد الإنسانية كان هذا في فبراير 2023 أحدثت ضجة رهيبة في وقتها تكلمت عليها مطولا وحكينا فيها إلى آخره 2028 أو 2023 لكن الأخطر جات من بعد جات في أوت بعد مزيد من التحقيقات معاه وكان يقود المحامين انتعوا محامي إسلاموفوب معادي للإسلام واحد من أكثر المعادي للإسلام في أوروبا كان هو المحامي تعنزار المناسبة يدي أقل شيء كالفين أورو في ساعة البعض يقولوا خمسة أورو في ساعة معنا إذا يخدم ربع سوية في النهار إذا يدي فقط ألفين يدي تمن ألف أورو في النهار خلاف المصاريف الأخرى إلى آخر هذا كله كان أموال شعب جزائري حتى الفندق اللي يسكنه خالد نزار والسيارة سيارة دبلوماسية والحرص وما نشعارف كلش من أموال الشعب جزائري وبوتفليقة نذاك الساعد قال له روح سنتيم ما يخصكش أصرف كما تريد مجموعة من المحامين مجموعة من المساعدين السيارات الفنادق إلى آخره مع ذلك حلوبيات إعلامية إلى آخره يصدر اتهام آخر في أوت اللي فات نظن كان في 29 أوت وتحدثت معكم فيه مطولا تقدروا ترجعوا الفيديوهات التي تحدثت فيها أنا ذات لأن نشوف الوقت ره يمشي وما نقدرش نرجع لكل تفاصيل وتصبح تهمة ما هوش مشارك في جرائم حرب وجرائم الإنسانية إنما متهم شخصيا بالتعذيب والقتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والاغتيالات قائمة طويلة من التهمات اللي تقع إما تحت طائلة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ولماذا اسمها جرائم حرب وهناك كانت الكارثة على النظام قال لك إنما حدث تقييم النائب العام السويسري قال لك إنما حدث في الجزائر كان حربا هذه كانت كارثة سقطت على النظام الجزائري أكثر من كارثة البريكس كما تذكرون البريكس كان في 24 أوت ومسلم حلو مجبشي دخلو وخرج رئيس لكن لكن جاءت هذه الضربة كانت أشد وأقوى وأخطر لأنها وصفت إلى درجة كل خصومات والصراعات التي كان داخل النظام توقفت كان آنذاك لكي تضغير جبار مهنة بالمناسبة كان القرار صدر صحيح إنقريح وقفوا قليل لكن لما جاءت هذه الخضية قالوا نحبس هنا كل شيء نواجه هذه المصيبة نواجه هذه المصيبة دعنا نسمع آنذاك كيف ردوا على هذه المصيبة عن طريق عطاف ما يسمى بوزير الخارجية ثم نعود إليكم مساعد مفضلك رسلي رسلي موضوع الرد تلفزيون الجزائري عن ذاك كان موجود عندنا أحد الأصدقاء بعث لي هذه الآن وننشوف فيها قال لك ملك موت الملك الموت يستهدف السفاح من نقطة صفر طبعا هذه نقطة صفر الآن أصبحت مشهورة مع المقاومة الفلسطينية هذا أحد المناظر للأحرار من البلاد انتمنى فقط آهينا تلقى غزير مشهوري الخارجية والجلية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري انياسو كاسيس تمحورة هذه أو هذا الاتصال تمحورة حول آخر التطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتبعات القضائية المتخذة ضد اللواء المتقاعد خالد نزار والمتمثلة في إحالة هذه القضية من قبل نيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية مصحوبة بلائحة اتهام وفي هذا الصدد وردا على تصريحات نظيره السويسري التي عبر فيها عن موقف الحكومة السويسرية من هذه القضية اكد الوزير احمد عطاف بادئ ديبذ على ثلاثة معطيات رئيسية المعطى الاول كون استقلالية القضاء لا تبرر اللامسئولية وان اي نظام قضائي لا يمكن ان يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة بداية هذه القضية تشكلت لدى الجزائر قناعة تعززت بمرور الوقت بان العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم ويتم حاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خضته بلادنا ضد الإرهاب وتلقيق صورة وذكر أولئك الذين سقطوا في مجابهتها المعطى الثالث بنفسه الاستخفاف تقوم العدالة السويسرية بقراءة رجعية لتاريخ بلادنا خلال فترة التسعينيات من خلال اتهامات مشينة وغير مؤسسة ومقارنات غير مناسبة وغير لائقة عبر تحريفات مفضوحة تفقدها أو تفقدها مستقيتها وفيما يتعلق بالمضمون أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المجتمع الدولي في مجمله يعترف بالكفاح البطولي الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب كنت تقول باللي خاضوا حرب ضد عدو خارجي أو وليس انقلاب قاموا به ثم راحوا يقتلون في جزائريين آخرين سواء اللي فرضوا عليهم فرض وسعدوا الجبال أو اللي كانوا أصلا بالنسبة إليهم سقع عليهم انقلاب رفدوا رفدوا السلاحي واجهوا العصابة بغض النظر على كيف سرعت متسبة في انقلاب أنتم وكان هذا قال حتى محمد تواتي وجبته جرائدهم أنه لم يكن هناك انه يرهاب قبل انقلاب لكن المهم تشوفون تلاحظوا جايبين ثلاث أشياء هكذا وعطاوا فرصة للإرهابيين وكأننا نتكلموا على إنسان قاعد في داره هكذا جاتوا تهمة باطلة وليس سفاح كان يقتل الجزائريين أيام الاستعمار الفرنسي كان يقاتل من أجل أن تبقى الجزائر الفرنسية في شبابه والتحق بالجيش الفرنسي بدل ما يلتحق بجبال البلاد في منطقة الشوية كما كان سملاء وأصدقاء وجيرانهم ثم قاتل الشباب في الثمانينات ثم قاتل بشيء فاضي اتخرب البلاد ودمر البلاد وافتح عليه بغض الجحيم لكن هذا وخطابهم طبعا هم هنا ما هوش فقط لأن قضية نزار هنا لماذا صرفوا عليه أموال ضخمة بالرغم مثلا بتفليقة ما كانش يحب نزار نزار كان هاجب بتفليقة عدة مرات ولا قيد صالح ولا لماذا إذا منصرفوا أموال لأنهم يعرفون القضية لا تخص نزار والحقيقة لا تخص نزار وأنا هذا وش نريد أن أصلي في النهاية صحيح الآن أرنا أمام احتمال كبير أنه مات لكن ما تاخذوش أنه مات أنها شيء مية بالمية حطوه شوية خلونا نتخلو واحدة الخمسة في المية والعشرة في المية باللي ممكن ما ماتش الاحتمال الأول إذن والأكبر أنه بالفعل هلكة مات وكلنا سنموت بل أن الله عز وجل يخاطب خير خلق الله يقوله إنك ميت وإنهم ميتون هالفرق فقط بعد في العمل هذا هو الفرق أما البشر فكلنا كبشر سنموت هل ممكن يكون مات ممكن جدا عمره 86 سنة هذا أكثر حتى من معدل الموت في الجزائر 80-81 بالنسبة الرجال الستوثمان إنسان لا يموت الإنسان نعم ممكن جدا لكن كاين هناك جملة من الأشياء المثيرة جملة من الأشياء المثيرة ما هو هذه الأشياء المثيرة اللي تخلي الإعلان عن موته فيه نوع من الغرابة الإعلان عن موته اليوم أولا تلاحظون أنها هو من مولد 27 ديسمبر ومات في 29 ديسمبر لكن لماذا الآن يعني كما قلنا ممكن مات ممكن موت الإنسان في أي وقت ممكن لكن خلنا تروحوا بعض الأسئلة أول سؤال إذا شئنا قبل أيام قبل أيام صدر بيان من النيابة العامة السويسرية تقول فيه أنه تقرر أن تتم محاكمة خالد نزار وزير دفاع السابق وعضو هيئة الرئاسة في الجزائر ما بين ما بين تسعين وأربعة وتسعين أن تتم محاكمة على أفعاله ما بين ثمين وتسعين وأربعة وتسعين في مدينة بيلي بيلينزون متى ما بين 17 جوان وتسعة عشر جويلية من عام 2024 يعني بعد ست شهر إلى سبع شر ما حدوش التواريخ في الغالب المحاكمة هذه تدوم ما بين ثلث أيام إلى خمسة أيام ستة أيام لكن قالوا في الفترة ما بين 17 جوان 2024 إلى 19 جويلية ورسلوا الضحايا ورسلوا المحامين تعالى الضحايا وقالوا لهم أخبرنا نزار ومحاميه وأخبرنا السلطات الجزائرية بهذا التاريخ وأخبرنا نزار وطالبوا أيضا من السلطات الجزائرية أن تشجع خلد نزار على المجيء للمحاكمة أو يكون هناك تعاون شرطي ما بين سويسرا عن طريق الأنتر بول ما بين سويسرا والجزائر لتسليم خلد نزار إلى رفض المجيء بمعنى أن المحاكمة أكيدا متى استدرى هذا الموضوع؟ رسميا وعلنا عنه أمس علنت عنه ترايل المنظمة الرئيسية للعب الدور في نقل القضية وترايل هذه تحارب كل المجرمين ضد موش فقط كونه جزائري ولا كائن اللي من من سربيا ولا من روسيا ولا من إفريقيا ولا من أي دولة اللي ارتكبوا جرائم يعني فإذن هذا خرج أمس المعلومات اللي عندي وأنا كانت عندي المعلومة قبل ثلاثة يام اربع يام أي أنه في حدود أسبوع تقريبا خالد نزار والمحامين كانوا يعرفون بأن تقرر لأن وش سراء اللي سراء هو أن اللوبيات داخل سويسرا وداخل فرنسا داخل دول غربية اللوبيات تعال نظام جزائري أي واحد يعرفوه تدخلوا لدى السلطات القضائية الحكومة السويسرية باش يوقفوا المحاكمة وكان الاحتمال كبير أنه وجهت له التهامات لكن يتم تأخير المحاكمة إلى سنوات لكن قرر النائب العام أنها ميش سنوات أنها قبل قضاء سنة بتوجيه التهامات اللي هي مرة أخرى لأن المرة الماضية في أوت الماضي لما عرفوا لأنه دائما أنهم يعرفون قبل ما يتم الإعلان لماذا؟ لأن النائب العام يرسل المحامين تعوي في الاتهام الرسمي كان صدر في 28 أو 29 أوت الماضي لأنه متهم بجرائم حرب وجرائم الإنسانية هو عرف بأيام قبل يوم 26 أو 27 أوت خرجت خرج دعاية أن النظار مات وتناولوها بعض الناس وإلى آخر أنا كتبت عليها يومها في فيسبوك قلت يقولون أن النظار مات الله أعلم إذا مات راه يروح عند الذي لا يظلم عنده أحد وإذا ما مات راه باليك باش يتهرب يعني يعني أعتقد كتبنا بهذا المعنى في فيسبوك أو في تويتر لكن ظهر من بعد باللي ما ماتش بهر من بعد باللي ما ماتش ولذلك المصادفة غريبة جدا أنه بعد ما عرف هو والمحامين تعو بحوالي خمسة ستة أيام عرفوا خلال عندهم تقريبا أقل من أسبوع أو أسبوع من يعرفوا يصدر أو يخرج قرار بأنه مات كما قلت موتو ممكن يحدث ممكن إما طبيعيا عمر ستة وثمانين سنة أو تلقى قرار المحاكمة فهذا دار له صدمة وربما دجاته سكتة قلبية ومات هذا الموت الطبيعي إذن الموت الشيء المشطبيعي هو كالتالي وأنه بما أنه هو كامس خبر وقال من قبل باللي إذا رحت نتحاكم ما نروحش وحدي وفي قرار وفي قرار الادعاء في قرار الاتهام في قرار الاتهام اللي إصدار في أوت يقول قرار بأن خالد نزار نفذ هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مع آخرين مع المرؤوسين انتعوا وكان يعطي الأوامر معناها الضمنيا أن اللي كانوا يشتغلوا معاه في مراتب عليا معنيين بالاتهام انتعوا وهو سرح كما قلت وقال من أنه إذا راح ما يروحش وحده فهوش ممكن يكون حدث أيضا ممكن مختصار بسيط يعرفون ستزداد عليهم الضغوطات سويسرين يقول لهم سلموت واللي مشكلة إلى آخره يقوموا بنحره هل ممكن نظام في الجزائر العصابات في الجزائر تنحر شخص منها آه ممكن نحروا العشرات اللي نعرفوهم بالأسماء من بين الأسماء الشهيرة قايت صالح قتلوه بعد ما أدى لكن مش هو فقط آخرين كان ينحرهم تحت التعذير كان ينحرهم نحرهم مباشرة كان ينحرهم بالسم وهذه مستمرة فممكن نحره ممكن محتمل كان ممكن احتمال آخر صغير أنه يكون هو انتحر ممكن لكن هذا احتمال ضعيف هذا احتمال ضعيف بمعرفتي بشخصيته و نضالي ومقاومتنا شخصيا وحتى الناس آخر اللي يعرفوه في هذه حوالي 30 سنة الآن هو جبان 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 لكن كان حادثة ربما تكررت وهو انه قام باعدام زوجته في اعتقد في نهاية 90 بداية 91 وهذا معروف على ان تقوص طبعا انا ذلك قالوا مست لكن معروف عن ان تقوص نعطيكم دليل آخر وربما هذا في المستقبل تبحث في الناس كان عقيد آكين نقيب يا ذكرتي جيدة اسمه سليماني كان هذا النقيب جزء من النيابة العامة العسكرية في البوليدة في احد الايام في بداية 92 دخلوا عنده محامين كانوا في قضية الفيس كان فيها رشيد مسلي محمد طهري ولا عرف اذا كان عليحي عبدالنور حاضر ام لا لكن رشيد مسلي وعا محمد طهري على الارجع رشيد مسلي اكيد اللي انا ولي روالي القصة فسليماني يدردش معاهم يقولهم يقولوا له را كنت مشغول خلاهم يستنوا شوية الى اخر يقولهم سامحوني را كان عندي هذا الملف ويجبدلهم الملف هذا نقيب ورتبة كابيتان وكان في النيابة العامة العسكرية في البليدة في 92 يقول لهم راني امامي الملف تع نزار تع زوجة نزار اللي انتحرت فيه برصاصتين ويموت بالضحك يقول لهم زوجة نزار التي انتحرت برصاصتين لان نزار قتلها برصاصتين ما فيش شخص ينتحر برصاصتين شخص ينتحر برصاصة واحدة لانه عندما يطلق الرصاصة الاولى خلاص اذا يطلق الرصاصة الاولى على رأسه ولا على قلبه ولا انتهى خلاص ما يقدرش يعاودي يطلق رصاصة اخرى فقالهم فهو يضحك يقول لهم زوجة نزار التي انتحرت برصاصتين لكن بعد طبعا في الدرداشاء يقول لهم باللي احنا عارفين باللي هو اللي قتل زوجته يعني يقول لهم هذي كبار القادة يعرفون ذلك مش عارف هذي لأسرات في التسعين ولا في الوحدة وتسعين بالمناسبة نسيت فقط لكن نحن نعرف انه قتل زوجته وكانت في العاصمة مشهور القضية وخرج ابنه اللي بعد رح حطه الان في مسحة عقلية قبل اربعة او خمس سنوات ويقول باللي بابا قتل ماما معروفة يعني قبل بعض سنوات انضم علقت عليها في وقتها انا دك وهذا ايضا ادى الى عنده كثير من الامور لما اندخلوا في تفاصيلها داخل الاسرة التعوي وايضا كينسيب خالد نزار ايضا اللي هو اعتقد اخ والله قريب لزوجة نزار اما اخوها او ابن اخوها موجود في بلد خارج في الخارج وعنده تفاصيل لهذا الموضوع ايضا فهل الانتحار او النحر اللي داروا لزوجته داروا نفسه هو استبعد ذلك انا في اعتقادي اما مات بالفعل مو الطبيعي وخاصة مع الخبر هذا اما بالفعل نحروه لكن بالنسبة للنظام الجزائري وانا ذاك الوقت كنت حذرتهم لن يسمحوا مطلقا لا نزار ولا غيروا اذا ما تهم على الساحة الدولية بان يحضر محاكمة على الساحة الدولية لماذا؟ لانها كانت ستفتح الملف التسعينات ملف الحرب القادرة ملف التعذيب الاختصاب التشريد الاغتيالات السجون المجازر الاختطافات كانت ستفتح عليهم الجحيم انا كنت حذرتهم لما خرجت الاتهاء وقلت لنزارة انهم رأيهم ربما يقتلوك وقلت لهم ما تقتلوش الى اخر لكن انا كنت عارف في قرارة نفسي انه عمرهم ولا يسمحوا الخلد نزار ان يحضر محاكمة ولذلك احتمالات انهم نحروه تبقى قائمة بالرغم من اننا معناش ادلة باش نأكدوها عندنا فقط قارينة او عندنا سبب معقول جدا وهو انهم بعد ان تحددت تاريخ محاكمته شافوا بان التخلص منه مهم جدا مع احتمال انه يكون مات مات طبيعي اين كان او كان احتمال اخر ربما هذا احتمال اقل شوية لكن يبقى ايضا قائم وهو ما قتلوه ما مات انما يعلن عن موته وهو يبقى في داره ولا يبقى في مكان يروح له والله مرتاح يعطوله هوية جديدة يكمل ايام لباقي فيها الى غاية ان يموت لكن اكيد انهم ما كانوا ليسمحوا له بان يحاكم خاصة في بلد بغض النظر على اي شي تقوله في سويسرا لكن قضاءها معروف باستقلاليته بحياديته واصلا الحكومة السويسرية ما كانش حابته يتحاكم اصلا يعني لكن فقط النيابة العامة هي التي اثرت على ان هذا قضية حق وانه يجب وقضية قانون ويجب تطبيق القانون الان اين ستنتهي الامور هل هذا اذا ما اخلاص اعلنه وبعثه ما يسمى بلاك ديسي للقضاء السويسري يقوله الهمات هل تغلق الملف تعخل النظر نعم يغلق الملف تعخل النظر يقدرش حاكم واحد ميت لكن وهذا هو الخطير بالنسبة اليهم الملف اذا اغلق التعخل النظر فانه لن يغلق ابدا عن الجرائم التي حدثت في التسعينات في الجزائر لماذا لان قضاء في الدولة معروف باستقلالية القضاء فيها كيفت ما حدث في الجزائر انه كان حربا وبالتالي الذين شاركوا في تلك الحرب ويستطيع الناس ان يثبتوا عليهم ذلك واحد كما شنجريحة واحد كما جبار مهم نحن نعرفه هذا الأشياء كلها الجنيرالات المشهورين والأسماء المعروفة واحد كما ما يعرف بعد قدر حداد ناصر الجن معروفين كين شهدت زملاهم كين شهدت ضحايا كين اذا ما اثبتوا الضحايا على أسماء أخرى فان الأمر سيلتحق بهذه الأسماء اي ان موت خالد نزار وان انهى القضية بالنسبة اليه فانه لن ينهيها اطلاقا لأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تتقادم وبما أن ما حدث في التسعينات كيفته محكمة خارجية المستوى الدولي وان كانت وطنية كيفته بأنه كان حربا فخلاص إذن كل الذين شاركوا في تلك الحرب وارتكبوا فيها جرائم اغتيالات اختطافات اختصابات قتل خارج القانون تعذيب مجازر معنيين حتى بعد أن يغلق الملف بعد أن ما دخل النزار باش بارك نذكر هنا طبعا احنا انا شخصيا هو راشيد مسلي وغيره من إخواننا الأحرار كنا نتمنى أن يحاتم في الجزائر لكن ما تشوفوا القضاءة تعالجزائر في 2019 حكموا عليه ب20 سنة في 2020 ولجاي داخل بطائراء وبيجوز سفر ديبلوماسي وداخل كأحد المترببين على البلاد ما فيش قضاء عنا قضاء تليفون يؤمر فيفعل أو حاكمين عليهم أكثر من 400 سنة لو كان غدوة تغير الأمور بأي شكل احنا ممكن ندخل بطائرة خاصة أو ندخل ب لكننا مش مش هنالي ندير هذه الأشياء أنا نفضل أن يقطع رأسي على أن أتعامل مع الخوان المجرمين اللهم إلا إذا تغير داخل النظام الجزائري وسقطت هذه العصابات الإجرامية فذلك الوقت يصبح إذا رأينا هناك أشخاص حابين إنقاذ البلاد من هذه العصابات فذلك الوقت نستطيع أن نتعاون على خير البلاد وخير الوطن أما وقد بقي ويبقى هؤلاء المجرمين من أمثل شنغريحة وشبار مهنة وأمنهم على شاكلتهم الله الآخر نفس بإذن الله تعالى فقط نذكرهم أن موت نزار لئن يغلق الملف انتاعه فإنه لن يغلق ملفاتكم إطلاقا وأبدا ونطلب من الناس الضحايا الذين فقدوا أحبائهم أو هم تعرضوا للتعذيب أو تعرضوا لأي جرائم أو إخوانهم أو أبائهم أو أمآتهم أو أبنائهم أن لا يترددوا في كشف هؤلاء المجرمين أولا أمام الله ولا تكتموا الشهادة وهذه تعتبر شهادة إضافة إلى أنها حق ثانيا من أجل الضحايا الذين قتلوا أو عذبوا أو سجنوا أو قتلوا أو خطفوا أو ثالثا من أجل الجزائر حتى لا يتكرر فيها هذا الجرائم رابعا باش هذا الجرائم وهذا المجرمين أبدا ما يتنوش بما فعلوه وباش ما يجوش آخرين يكررونها ما فعلوه هؤلاء ستستمر القضية وستستمر المعركة مدام هناك جزائرين أحرار نسان ورجال بإذن الله إلى أن تقوم بإذن الله دولة العدل والحق والقانون